هذا المشروع ما اكتمل بش نهاية كنت بالمعارضة كل الوقت قبل ما انتقلت ثمونة وارجع لشيخة شو كان شعورك لما انت تكوني مضطرة سلمة على فريق او جهة بتشكي انه هن يكونوا قتلولي كروني معوض كي سؤال بمحله الحقيقة لانتقلك شو اذا بدك علاقته مع النظام السوري بدك تقولك في مرحلتان اول صراحة شو قبل ما اجاوب على كل الاسئلة بدك اقولك صراحة ايضا من القرارات اللي اخدتهم واقف اللي نزلت وابتدات بالمعترك السياسي انه يكون كتير صراحة واخدت قرار تاني انه بدي برهن انه السياسي منه كله تلو فوق واكذيب ووعود فارغة وعدم صدق انا مصدقية انا كتير صراحة انا اول ما استشهد الرئيس معوض كانت شكوكة متجهة لغير جهة كانت متجهة للجهة العراقية الايرانية والفلسطينية بوضوح واعتبرت اصلا وقت اللي استشهد رناي اعتبرت انه اذا بدي اتحمل مسؤولية لازم انسى مشاعري وشعوري وغضبي كزوجة كام ولاد خسر بيون كزلزال بحياتي بدي تكون مسؤولة بلبنان بدي تكون دافع عن لبنان يلي رناي علمني وانا مقتنع انه لازم يكون هالبلد سيد وحر ومستقل لازم يكون بلد الحرية لازم يكون بلد الثقافة لازم يكون بلد العربية اللي هو بنفتح وبيساهم بانفتاح العالم العربي على بقية العالم لازم نكمل مسيرة رناي معواد بدي كمل المشروع رناي معواد وبدي اتصرف كمسؤول سياسي ولا كامرأة ولا كزوجة كامرأة بمعنى الزوجة الحنونة والأم الحنونة اصبح بأول كم سنة كانت كتير شكوك رايحة للعراق كان يجي ممثل عن نظام السوري على ذكرى رئيس معواد مزبوطة اي ما تتأكدت انه نظام السوري قتل تقلك شغلي بعدين بلاش تشكو بشكل يعني لبل اصبح تأكيد عندي وقت اللي ما عمله اي ما صار في اي بحث اي اه 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 يهتمام بمين قتل رناي معواد بلتحقيق ولا شي بالتحقيق بالعكس السيارة كله كانte فيها شباب من العائلة سارة أولى مطارة من عند الدرك تصور مطار موجود بداخل من وقت العبثي مسرح الجريم قائم وهيذا الأناعة خلتني أنه بسنة الستة والتفين أمام ممثل الرئيس بشار الأسد وأمام كل الجمهورية أنا عملت معارضة من الداخل وقلت هيدا الطائف منه طائف رنيم عوّد حكيت عن الاستقواء بسوريا حكيت عن ما قلت احتلال بس سيطرة السورية سيطرة السورية وما بقدر قل لك شو دفعت تمنى غالب بعد يومين رحت على المجلس الناس كانت تمشي على الحاية تما تسلم علي وطبعا زعلوا كتير مني ودفعت تمنى كتير غالب وأساسا كانت عم بتحارب من كل النواحي بما فيهم الرئيس الهراوي يعني في أيام أكيد غير علاقتي مع الستمونة أكيد أنه رئيس الهراوي ما كان داعي لأني ستمونة ما حداً ما حداً ما حداً أنا بعرف شو عشت بس تبا تطلع الشارد وما نزعل لا مني هي عم تقول مني آه منك أنا آه أنا فكروا نحنا أصدقاء من قبل وبينا أصدقاء ومنحترم بعض ومنعرف قيمة بعض وبتعرفي قديش أنا بقدرك وبعرف العذاب اللي تعذبتي أنا معك وبالعكس ستمونة شو بيعني لك يعني حضرتك بنت الجمال من بعلبة نزلت دخلت إلى بيت سياسي يعني دخل إلى النيابة عام 72 من باب الزراعة عام الوزير وأردت رئاسي أولى من رئيس ورئيسي يعني من رئيس شهيد وزوجته يعني هل كان صعب كتير عليك هذا الحمل أني كتريثي مثل يعني ستة جويس هذا الحمل أول كل شي معرفتي بليس هراوي هي صدفة حبيته لقيته رجل شجاع عنده ميزات وخصال مهمة كتير فتزوجنا أكيد حبيته بس كان هو مطلق وعنده ثلاثة ولاد وكان من الأول صريح معي وقال لي يا مونة قادرة تحملي ثلاثة ولاد أكيد قلت له ما في مشكل شو زنب الولاد لأنا بعتبر أنه الولاد ما قلوا نزل لازم يعاملوا واحد منيح أصبحنا زوج وزوجة وعشنا كان معاملني كتير معاملة منيحة وأكيد أنا صار عندي ولاد وأنا ما فرقت لا بيني لا بين ولادي ولا بين ولاد زوجي وعملتهم بالتساوي لأن أنا بعتبر هاو ولادي ليس الهراوي ليس الهراوي مشكلة الناس بتعرفوا لأنه هو أساساً كان مزارع من البيت السياسي كان يحب الزراعة كان يحب الناس وكان إيمانه بالزراعة لأن ما ننسى أنه طلت الأراضي اللبنانية هي زراعية وكان همه الوحيد أنه المزارع يبقى بضيعته ببلدته بمنطقته وهو كان يساعدهم بهذا الشي وهو كان من أكبر المزارعين بالإبقاء ولكن هيدا ما بيمنع حبه السياسي حتى قبله لما كان خيه وخيه هو كان يشتغل بالسياسي وهو كان يدعمهم هو كان داعم الأكبر فلذلك انخرطت أنا بالسياسي أكيد أنا مني من بيت سياسي ولكن انخرطت بالعمل السياسي واعتبرته أنه هيدا شغلة مدال زوجي بيحبها لازم أنا حبها ولكن مش بالقوة بالرضا فلذلك كان فيه تفاهم بيني وبينه على العمل السياسي اللي هو أنا بعتبر أنه المرأة بتلعب دور مهمة كتير بمساعدة زوجة بالعمل السياسي يعني نيلة هوني هوني نيلة أكيد هي هلأ ما حبت تقول أنه أنه هي كانت إيده اليمين للشهيد رنيم عواد بالعكس كانت لعبة دور مهمة كتير لماذا قالت لك ما بدأ تقول يمكن تواضع منها ما في لزوم يعني أنا عم بقول عنها هلأ لازم نكون صريحين يعني حلو المرأة تكون عندها شخصية وعندها قدرة وعندها قوة لحتى تقدر تساعد زوجها وإلا لكوه زوجها هون ست منا يعني عم بتقولي أنه السيدات الأول بياخدوا بيساهموا هني بالقرارات الكبيرة أبدا لا لا أول كل شي خليني يكون واضحة معنا بس شو الفرق بين في رئيس واحد في رئيس جمهورية رئيس مجلس وزراء ورئيس مجلس نواب وزراء والنواب والمعاونين تبعون يعني هون عم تعترضي علاقة بالرؤسة الثلاثة زوجة الرئيس نعم هي سيدة أولى وليست رئيسة زوجة الرئيس هي من وجباتها تكون إلى جانبه هي تدعمه هي تساعده هي تعطي الأمان والإطمئنان لا يقدر يقوم بواجباته تجاه وقته الأمان والإطمئنان ستمونه يعني بتحصنيله وقراره بتجمليله لا ما بحصنله لا بتحصنه بتعطيه حصان عرفت ما بحصنه للقرار القرارات اللي اتخذت هلأ أنت بدك توصل للقرارات الصعبة الأخذة طبعا ليس لهراوي أكيد في الأرارات اللي اتخذت لم أكن على علم عليها لسبب لأن هيدي بيقولوا رئيس جمهورية مفروض يكون متكتم بأرارات الدولة الصعبة إلا المعاونين من وزراء أو رئيس وزارة اللي بيعرفوا فيها مرت الرئيس ما بتعرفها لأنه وأنا ما كنت أعرف بس إذا كنت بدك ستمونة يعني هون كأنك عم تسكري لي باب الأسئلة اللي جاية لا ما عم تسكر لك فيه فيه محطات يعني بس إذا كنت بدك تشعري بالأمان كان أقله ممكن يسألك أو ياخد رأيك لا فيه استشارة ما فيه شكل هلأ لك الزواج هو مشاركة الزواج هو مشاركة فيه أخذ وعطى إذا الزواج بيحترم مرته بده يسأله سؤالات أكيد هالرئيس لما بيطلع على البيت بيكون مهموم بده يشكي همه لمرته وهالمرة مفروض تستوعب باللي عم يشكي لياه فيها تشجعه على عمل ما أو فيها تقول له لا ما لازم يصير هالشي أنا بالنسبة إلي بفتكر كم مرة شجعتين بكل تواضع لا بما أني كنت على الأرض أكثر ما شجعته كنت على الأرض أكثر كنت وصل له الكلمة أو وصل له انتئاذ الناس لأن الرئيس انحكم نصف الناس أعداؤه هنكون واضحين فليثالي كنت وصل له انتئاذات الناس ليخذه بعين الاعتبار لأن كنصة حريصة أنه يقدر يكون حاكم عادل ببلده ستة مونة بحرب زحلي يعني رح أرجع بعد شوية رح أرجع فوت موضوع للغاية الأساسية حرب زحلي طبعا كيف دور أساسي لفخامة الرئيس الهراوي الله يرحمه بتخريج اتفاق معين لأخراج القوات اللبنانية يوم من من زحلي وكل القصة اللي صارت كيف عشتي هذه المرحلة باختصار شديد أول كل شي أحداث زحلي كانت قليمة قليمة مش بس علي على كل اللبنانية وخاصة على أهل زحلي أحداث زحلي من خلال علاقة الياس الهراوي برئيس الأسد ورئيس الياس ساركيس والشهيد بشير جميل كانت علاقة وطيضة يعني كان لما كان هو وزير أشغال كان هو يوقف الحرب يعني تلفن لبشير جميل مع حفظ الألقاب يقل له حاجة أوصه يتلفن لمحمد غانم يقل له وقف الإتال كان قادر يعمله هيدا وقت كان رئيس وزير أشغال ليش كان عنده هالقدرة لأن عنده علاقات معهم يعني كان صديق بشير وبنفس الوقت صديق الآخرين فلا بدي سميه هون بس بإلا بصراحة أنا أكيد عيلتنا كلها كانت بزحلة ولدنا واحد ولدنا كان عم بيقاتل إلى جانب القوات بقلب زحلة وكان حصار زحلة قاسي كتير لما كان الياس يطلع على البقاء اطلع أنا معه لحتى خفف وطئة العذاب يعني وطئة الحصار وأكيد زور الولاد لأنه ولادنا قاعدين بزحلة يعني ما حبر الياس الهراوي وقتا أنه نشيل ولادهم من زحلة مثلهم مثل غيرهم اعتبرنا أنه هن لازم يكونوا مثلهم مثل غيرهم فلذلك لما طلع على زحلة بهون بفتكر مروان بيعرف قديش تعذبنا طلع على زحلة بسم الله عليك سيد مروان مفرح ما كان ما كان وزير كان وزير معنا كان وزير بنفسه وزير الإعلام أكيد اتخذ القرار في إخراج القوات اللبنانية من زحلة بالتوافق أكيد مع رئيس اليسر تيس بالتوافق مع بشير جميل بالتوافق مع السوريين فطلع حط اليس حياته على كف عفريت يعني ما حدا تجرأ من نواب زحلة كان فيه ثلاث أربع نواب ثلاث مزرة من زحلة هو الوحيد أخذ علاعاته لحتى يطلعوا القوات من زحلة وهون أكتر شي بدي شدد ركب بسيارته رئيس القوات أنا ذاك تبع زحلة جو إدي جو إدي وكان محمد غانم معه لا يوصلوا ومشوا قدام البصات لا يوصلوا ع بيروت بقل له هيدا المحروس قال له لأ هيدا رئيس القوات بزحلة هيداك جمت إنه كيف بتطلع معي أنت هيك ناس كان يعني جرقته كان جريء حتى على كلمه مع السوري ترجمة نانسي قنقر